مصر تؤكد تقديرها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وتعرض عن تطلعها لمردود إيجابي إزاء سياسة إيران إقليميا ودوليا المبعوث الأممي إلى ليبيا يثني على جهود اعتماد التعديلات الدستورية ويطالب بوضع خارطة طريق واضحة للانتخابات قبل منتصف شهر يونيو المقبل بعد انهيار ثاني أكبر بنك أمريكي مخاوف من تعرض الولايات المتحدة لأكبر إفلاس مصر في موزو الأزمة المالية عام 2008 الثالثة مساء بتوقيت القهراء الوحدة بتوقيت ديناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكدت مصر تقديرها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وصفة إياها بالخطوة الهمة وتعليقا على إعلان استئناف العلاقات بين الرياض وطهران قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مصر تثمن التوجه الذي انتهجته المملكة العربية السعودية في هذا الصدد من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد مثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترسيق مفاهيم حصن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة كما أكد متحدث الرئاسة تطلع مصر إلى أن يكون لهذا التطور مردودا إيجابيا إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة بما يعز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعنوان الجمهورية الجديدة ثماني سنوات في تنمية الإنسان والمكان أبرز التقرير جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية ذات الصلة بين عامي 2014-2022 حيث جاءت تلقى الجهود ضمن الهدف الرئيسي الذي تتبناه الدولة المصرية وهو الحق في العمل والحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة أشار التقرير إلى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعاليات مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر والتي أعلن عن انطلاقها أمس في 16 محافظة ويأتي ذلك استعدادا لاستقبل شهر رمضان المبارك وتشمل تلك الفعاليات تعبأت وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى 160 ألف وقبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى برعاية والأكثر احتياجا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوع التحالف وكان للأطفال نصيب من المبادرة وذلك بتوزيع فونيس رمضان والألعاب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنا مع اقتراب الشهر المباركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي محافظة الفيوم تتواصل فعاليات مبادرة كتف في كتف تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعدف المبادرة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ودعم التكافل بين أبناء الوطن الواحد تنفيذاً للتوجهات الرئاسية تتواصل فعاليات مبادرة كتف في كتف تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العديد من المحافظات ففي محافظة الفيوم انطلقت المرحلة الأولى من فعاليات المبادرة التي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر جايين نهاردة محافظة الفيوم في نادي أرون ضمن فعالية كتف بكتف تبع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جايين نهاردة لتعبائة عشر تلاف كارتونا بمساعدة متطوعيننا اللي هما ما يقرب من ألف متطوع عندنا فعاليات على هامش اليوم زي كرنغال الأطفال عملنا دعوة لدور الأيتام عشان نقدر نجيب الأطفال ونوزع عليهم هدايا ضمن فعاليات القرنغال وشملت الفعالية أيضا تنظيم معرض للحرف اليدوية التراثية التي تشتهر بها محافظة الفيوم مثل صناعة الفخار والخزف والسجاد اليدوي والخوص وغيرها من الصناعات البيئية التي تميزت بها المحافظة منذ سنوات طويلة عملنا معرض حرف اليدوية لعرض أهم المنتجات الحرفية التي تشتهر بها محافظة الفيوم كنوع من أنواع الترويج السياحي ومنها السجاد الحرير وده في قرية ديسيا عندنا في الفيوم عندنا منتجات الخزف وده موجودة في قرية تونس عندنا الفخار البلدي وده في قرية النازلة وعندنا منتجات الخوص والنخيل وده في منطقة الإعلام وحرف يدوية أخرى زي اللي موجودة في التضامن الاجتماعي ونحن طبعا من نستغل فرصة العدد اللي موجود النهاردة نعمل أكبر ترويج وتنشيط للمحافظة وتادف مبادرة كتف في كتف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية والتكافل بين أبناء الوطن الواحد وذلك لإدخال البهجة والسرور على منازل الأسر البسيطة استعدادا لشهر رمضان المبارك كما تتواصل فعالية مبادرة كتف في كتف في محافظة الإسكندرية والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وخلال الفعاليات تم توزيع عدد من الكاراتين الغذائي على الأهل المستحقين في عدة مناطق تحت لواء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتمعت أكثر من ثلاثين مؤسسة وجمعية أهلية لإطلاق قطار الخير في كل ربوع مصر التحالف الوطني أطلق مبادرة جديدة بكل المحافظات تحت اسم كتف في كتف والتي سرعان ما وصلت لكل محافظات الجمهورية ففي الإسكندرية تم توزيع عدد من الكاراتين الغذائية على الأهل المستحقين في عدة مناطق نحن النهاردة موجودين لكي نبدأ فعاليات كتف في كتف موجودين في إسكندرية النهاردة المستدفعنا إن شاء الله أن نسعد أهلنا في شهر رمضان 4 مليون كارتونة و450 ألف واجبة غذائية من باب تحييل أمن الغذائي للمواطنين وزرع الأمل والتفاول بين المواطنين والأطفال النهاردة مستهدفنا نعبي ونوزع 3500 شنطة على مستوى محافظات إسكندرية بيشارك فيها 500 متطوع من المتطوعين صنعي الحياة إسكندرية دي فعالية ضمن فعاليات حملة كتف في كتف المستهدفها تعبئة وتوزيع 4 مليون كارتونة كذلك تم تنظيم قافلة طبية للكشف وتقديم العلاج المجاني بها معظم التخصصات الطبية في منطقة المندرة قبلي التابعة لحي المنتزة وذلك بغرض مساعدة الأهل المستحقين وإدخال البهجة والسعادة إليهم موجودين النهاردة في محافظة إسكندرية مشاركين في مبادرة كتف في كتف تحت مظالة التحالف الوطني متطوعين في محافظة إسكندرية بيشاركوا النهاردة في أنشطة مختلفة هيشاركوا النهاردة في تعبئة كارتين غزائية هيشاركوا في توزيع كارتين غزائية على أهلين المستحقين وكمان عندهم قافلة طبية كان فيها مختلف التخصصات عشان نساعد أهلين المستحقين كمان عندنا المتطوعين منتشرين في مناطق كتير من محافظة إسكندرية التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي ولد عملاقا يعمل بالتوازي مع مجهودات الدولة في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهل المواطنين أكد المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة الليبية وضح للجميع معربا عن دعمه عمل الهيئة المستقلة للانتخابات لإنجاز مهمها وخلال مؤتمر صحفي من العاصمة الليبية ترابلوس أثنى باتيلي على جهود مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لاعتماد التعديلات الدستورية كما أشار إلى عدم وجود سبب للتأخير في ظل إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات قبل منتصف شهر يونيو المقبل هذا إضافة إلى تولي لجنة 5 زائد 5 إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات فأخبرتهم أن هذا أمر جيد للغاية خلال سنة كاملة لم تتمكنوا من إنجاز حل ولكن فقط عشية إحاطتي لمجلس الأمن وجدتم الحل نعم جاء متأخرا ولكنه جيد للغاية إذن أنا سأخذ بما خرجتم به وقلتم أنكم ستشكلون لجنة من 6 زائد 6 من أعضاء المجلسين لصياغة القوانين الانتخابية هذا أيضا أمر جيد للغاية وسندعم ذلك من ناحية اللوجستية والمادية والموارد البشرية لو احتجتم البعثة هنا لتقديم المساعدة أصدرت القوات المسلحة السودانية بيانا أكدت فيه التزام قيادتها بمجرية العملية السياسية وبنصوص الاتفاق الإطارية الذي يؤدي إلى توحيد المنظمة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات ونفى البيان عدم رغبة قيادة القوات المسلحة في إكمال مسيرة التحول الديمقراطية وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السوداني قال إن مزايدة من وصفهم بالبعض بمواقف القوات المسلحة محاولة للتكسب السياسي وعرقلة المسيرة الانتقالية أكد الرئيس التونسي قيس الصعيد أن بلده لا تقبل بتدخل في شؤونها الداخلية وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة شدد الرئيس التونسي على أن سيادة تونس الوطنية تأتي فوق كل اعتبار مشيرا إلى أن تونس تتعرض لحملة هجومية كما أكد أن تونس دولة تقوم على المساوى نافيا وجود تميز عنصري في بلاده أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن القوات الأمنية تتمكنت عبر عملية استباقية من القضاء على خلية إرهابية قامت بالعديد من العمليات الإرهابية في صحراء الأنبار غربي البلاد وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قال إن قوات عمليات الجزيرة نفذت عمليات أمنية استباقية أصفرت عن قتل جميع عنصر خلية إرهابية كانت مسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية في جزيرة هيتا وصحراء القائم بمحافظة الأنبار وضف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا على تنظيمات إرهابية وخاصة في صحراء الأنبار ونجحت في الحصول على معلومات مهمة عن تنظيم داعش الإرهابية اشتركوا في القناة أكد الرئيس الأوكراني فولادمير زينانسكي أن كل المساعدات المقدمة لأوكرانيا هي استثمار في السلام العالمية كما أكد زينانسكي أنه يمكن لأوكرانيا هزيمة روسيا في أقرب وقت هذا العام وذلك بالدعم الدولي وأضاف الرئيس الأوكراني أن هذه الحرب دمرت ألاف الأرواح الأوكرانية وأن عائلات بأكملها تموت من القصف المدفعي وصواريخ وطائرات بدون طيار معربا عن خالص شكره للدعم الأمريكي على صعيد آخر نفع الرئيس الأوكراني فولادمير زينانسكي أن أي تورط محتمل لأوكرانيا في انفجارات سبتمبر الماضي على طول خطوط أنبيب الغاز الطبيعي نوردستريم هذا وأوضح زينانسكي أن الهدف وراء انتشاري مثل هذه المعلومات هو ابطاء وطيرة المساعدات المقدمة لأوكرانيا تسعى كل من روسيا وأوكرانيا لمواصلة عملياتهم العسكرية في أوكرانيا اعتمادا على سياسة الاستنزائف البشري والمدية وفي تصريحات له أوضح مستشار رئاسي أوكرانيا أن المعركة في مدينة بخمود تضغط على أفضل الوحدات الروسية وتضعفها مشيرا إلى أن ذلك هو الهدف من مواصلة أوكرانيا الدفاع عن المدينة مع اشتداد وطيرة الحرب في أوكرانيا وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بأية مساعي للتهديئة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة غربيا تواصل موسكو وكييف محاولتين استنزاف الطرف الآخر لأضعافه قبل احتمال خوض معارك حاسمة في مدينة بخمود شبه المدمرة بشكل تام تنتهي أوكرانيا النهج السابق في ظل تصريحات من مخايل بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني بأن بلاده قررت القتال في بخمود لأن المعركة تضغط على أفضل الوحدات الروسية وتضعفها قبل فصل الربيع الذي تخطط فيه كييف لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية وعلى الرغم مما أثير عن ضعف القيمة الاستراتيجية أو العملياتية لبخمود تاتي تعليقات بودولياك لتكون بمثابة تأكيد من كييف على نيتها مواصلة الدفاع عن المدينة الشرقية الصغيرة موقع إحدى أكثر المعارك دموية في الحرب في المقابل أعلنت القوات الروسية قبل أيام إحكامها السيطرة على شرقي مدينة أرتي موفيسك وهو الاسم الذي تطلقه روسيا على بخمود وسط استمرار معارك شارسة بالمناطق المحيطة بالمدينة التي تعد محورا مهما لإمداد القوات الأوكرانية في إقليم دومباس تعهدت فنلندا بمنح أوكرانيا 29 مليون يورو كمساعدات إنسانية ودعم للتعاون الإنمائي وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفنلندية أنه يجب أن يوضع في الاعتبار استمرار دعم أوكرانيا على التعافي من الحرب وأوضح المسؤول الفنلندي أنه سيتم تسليم خمسة ملايين يورو من المساعدات الإنسانية الفنلندية من خلال الصندوق الإنساني الأوكراني التبعي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والذي يدعم بشكل مباشر الأمن الغذائي والخدمات الصحية والإقامة في حالة الطوارئ وعمل منظمات المجتمع المدني المحلية أعلنت لسلطات التنظيمية الأمريكية أغلاق بنك الساليكون فالي بعد أن واجه المصرف أزمات سيولة ليكون بهذا تاني أكبر بنك أمريكي نهار منذ أزمة عام 2008 وانهيارا ليمان برازرز ويشغل البنك المركز السادس عشر من بين أكبر البنوك الأمريكية من حيث حجم الأصول التي بحوزته كان من أكبر الممولين لشركات التكنولوجيا الناشئة في ساليكون فالي أرجع بنك ساليكون فالي ذكريات أليمة إلى المجتمع المصرفي الأمريكي وتسبب في موجة ذعر مع ظهور تساؤلات حول عواقب أكبر إفلاس مصرفي منذ الأزمة المالية في 2008 بنك ساليكون فالي المختص بالشركات الناشئة أغلقته السلطات الأمريكية وعهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة جانيت يالين وزيرة الخزانة الأمريكية حاولت تهدئة حالة الذعر بالتأكيد على قوة النظام المصرفي وقدرته على المقاومة كما شددت على أن الهيئات المنظمة للقطاع المالي تملك أدوات فعالة للتعامل مع هذا النوع من الأحداث يأتي بنك ساليكون فالي في المرتبة السادسة عشر في الولايات المتحدة من حيث الأصول بقيمة تبلغ حوالي 209 مليار دولار وودائع مقدارها 175.4 مليار دولار ويمثل إغلاق البنك أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك واشنطن ميوتشول للإدخار في عام 2008 كما أنه يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة جاء الانهيار المفاجئ لبنك ساليكون فالي مع توالي رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة والذي يؤدي إلى انخفاض قيمة السندات في المحافظ المالية مما أظهر نقاط ضعف في السوق وخسرت البنوك الأمريكية أكثر من 100 مليار دولار من قيمة سوق الأسهم خلال يومين مع خسارة البنوك الأوروبية حوالي 50 مليار دولار أخرى في القيمة ويتوقع بعض المحللين المزيد من الألم للقطاع المصرفي حيث أدت هذه الحادثة إلى انتشار القلق بشأن المخاطر الخافية في القطاع المصرفي وتعرضه لارتفاع تكلفة الأموال نظامت النقابات العمالية في فرنسا جولة سابعة من الاحتجاجات ضد تعديلات نظام التقاعد وذلك عشية تصويت مجلس أشيوخ على مشروع القانوني بحلول الأحد في المقابل مدد عمال النفط إضرابهم مما أثر بشكل كبير على عمل مصافي ومستودعات النفط وتوقعت مصدره في الشرطة مشاركة ما بين 800 ألف إلى مليون شخص في 230 احتجاجا من المزمع تنظيمها في أنحاء البلاد ولجأ وزير العمل أوليفي دوسو إلى استخدام الدستور لعرض نص التعديلات على مجلس أشيوخ الذي يصوت على مشروع القانوني بأكمله مع الأقاء على التعديلات المقترحة أو المقبولة فقط من قبل الحكومة بحلول الأحد أعجب امامنا امامنا اهدي 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 شبير دعت نقابة عمالة فردي إلى إضراب أفراد الأمن في مطار برلين يوم الثالث عشر من شهر مارس على أن يبدأ في الساعات الأولى من الصباح مشيرة إلى أنهم من المرجح أن يتسبب الإضراب في طابير طويلة من الركاب أو إلغاء رحلات قالت نقابة العاملين بقطع الخدمات أنها تدعو لإضراب بسبب خلافات بخصوص التعويضات المالية التي تدفع للعاملين في نوبات العمل الليلية وعطلات نهاية الأسبوع وعطلات البنوك التي كانت تدفع للسنوات وذكرت النقابة في بان أن الأجور الإضافية لم تتحسن منذ عام 2006 وأن هناك مفاوضات جارية بشأن زيادتها بشكل متقطع منذ عام 2013 أعلن صندوق النقد الدولي عن تخصيص 73 مليون دولار لصالح الكاميرون من أجل تعزيز المرنة الاقتصادية ليواندي ووفقا لبيانا للصندوق يأتي صرف هذا المبلغ في إطار برنامج الاقتصادي مدته سلس سنوات وقعته الكاميرون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2021 مضيفا أنه في نهاية البرنامج يتعين أن تستفيد الكاميرون من حوالي 689.5 مليون دولار أعلن الاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر دولي للمانحين ببيروكسال في العشرين من مارس الجاري لدعم متضرر زلزال لتركيا وسوريا جاء ذلك في إطار تقديم الدول الأعضاء بالاتحاد مزيد من أدوات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار في البلدين لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي وذكرت المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي يدعو الشركاء الدوليين الآخرين والمانحين العالميين إلى إظهار التضامن مع المتضررين في تركيا وسوريا في هذه الظروف الصعبة وذلك من خلال حجد تعهدات بما يتماشى مع حجم ونطاق الضرر موسيقى قال وزير المالي الألماني كريستيان ليندر إن ميزانية الدفاع ستحتاج إلى زيادة في السنوات المقبلة مشيرا إلى أنه لا يمكن بالوضع الحالي تحقيق هدف حلف الناتو بتقسيس 2% من إجمالي الناتج المحلي للنفاقات الدفاعية وفي تصريحات صحفية قال كريستيان إن المناقشات ستكون صعبة بالنظر إلى انتهاء عقد من أسعر الفائدة المنخفضة وارتفاع الإرادات الحكومية وضف أنه لا يمكن مقارنة تخطيط لميزانيات عام 2024 بأي مداولات بشأن الميزانية في السنوات العشر الماضية ومن المتوقع أن يعلن وزير المالي الألماني الأربعاء عن الخطط الاقتصادية وتخطيط المالي للبلاد حتى عام 2027 أهلا بكم من جديد وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى رفع السري عن المعلومات الاستخبارية حول وجود روابط محتملة بين بايروس كورونا ومقتبر صيني يشتبه بأن بايروس كورونا تسرب منه وبدأ تفشي الجائحة عام 2019 في مدينة وهام بشرق الصين وأدت الجائحة إلى وفاة حوالي سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم مفقا لإحصائيات رسمية من بينهم أكثر من مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام على ظهور فيروس كورونا إلا أنه ما زالت تثار الكثير من الأسئلة حوله من بينها وأبرزها تلك المرتبطة بتاريخ ظهوره وأسباب نشأته من الأساس لغز حير الجميع وتحول الاتهامات سياسية وأخرى اقتصادية ومع تصاعد التكهنات وتضارب الأنباء وتوارد المعلومات وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى رفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول وجود روابط محتملة بين كورونا ومختبر صيني يشتبه بأن فيروس كورونا تسرب منه وبذلك لم يبقى أمام مشروع القانون سوى إرساله إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس جو بايدن توقيعه عليه حيث كان قد سبق لمجلس الشيوخ أن وافق الأسبوع الماضي على الطلب من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز وبمعرفة الأسباب يبقى العالم على موعد مع كشف لغز الجائحة التي انطلقت في عام 2019 من مدينة ووهان بشرق الصين وأدت إلى وفاة حوالي سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم وفقا لإحصاءات رسمية من بينهم أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها وبينما ينتظر العالم المعلومات الرسمية تحدثت صحيفة أسترالية عن قيام الصين بإخفاء معلومات عن الفيروس القاتل ورفضت تقديم عينات للعلماء الذين كانوا يسعون لإيجاد لقاح مما جعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحمل بكين مسؤولية انتشار الجائحة أجرى رئيس تشيلي جابرييل بوريك تغييرا في حكومته شمل خمسة من مجلس الوزراء المكون من 24 وزيرا عشية بداية عامه الثاني في السلطة جابلك بعد يومين من رفض المشرعين في تشيلي إصلاح ضريبيا مقترحا لتمويل معظم برنامجه الحكومية وتعد هذه المرأة الثانية التي يجري فيها بوريك تعديلا وزاريا كبيرا أهلنا لندن عن استثمار 20 مليار جنيه استرلينية على مدى 20 عاما لتخزين الكربون وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وقالت وزارة المالية في بانر إن وزير المالية جارمي هانتا الذي يفترض من يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء سيعلن عن استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والتقى ذات الإنبعاسات المنخفضة هذا وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين ما بين 20 إلى 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030 أجلت خدمات الطوارئ في ولاية كوينزلاند الأسترالية عددا من السكان إلى مناطق آمنة جاء ذلك بعد أن اكتحت فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غربي المنطقة فيضانات وأعصير غير مسبوقة يشهدها العالم نتيجة التغيرات المناخية التي توقع آلافا من الضحايا ليظل العالم بين شق يرحى الحروب التي يخترعها والحروب التي تشنها الطبيعة عليه ففي كوينزلاند الأسترالية أجلت خدمات الطوارئ عددا من السكان إلى مناطق آمنة بعد أن اكتحت فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غربي المنطقة وقالت الشرطة إنه تم إجلاء 53 من سكان بلدة بوركيتاون النائية التي تبعد حوالي 2115 كيلو مترا إلى الشمال الغربي من عاصمة الأولاية بريزبين منذ أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات الأسبوع الماضي وظل نحو 100 من السكان في البلدة وتستعد الشرطة لإجلاء المزيد من الأشخاص حيث توقع خبراء الأرصاد أن تبلغ مستويات الأنهار في المنطقة ذروتها في الأيام المقبلة وتجاوز الفيضان الرقم القياسي المسجل في مارس 2011 البالغ 6.87 أمطار بعد هطول ما يصل إلى 293 مليمترا من الأمطار وفق مكتب الأرصاد الجوية تأتي حالة الطوارئ بعد فيضانات متكررة في شرقي أستراليا خلال العامين الماضيين بسبب ظاهرة الطقس اللانينة المستمرة منذ سنوات التي تشمل فيضانات تحدث مرة واحدة كل مائة عام تضرب المناطق النائية في الإقليم الشمالي المغاور قالت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية أن بركان أميرابي ثار مطلقا سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى 7 كيلومترات وأفادت للسلطات المحلية بأن البركان الواقع في منطقة يوجيا كارتا الخاصة ثار بعد أن شهد تضفق حموم بركانية لمسافة 1.5 كيلومترا وقامت السلطات بتحذير السكان في المنطقة القريبة من البركان ودعتهم إلى ضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتروح نصف قطرها ما بين 3.7 كيلومترات حول فوهة البركان يعد بركان ناميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 مترا أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا كان بالفعل مصنفا عند ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد أحيت اليابان الذكرى السنوية السنية عشر لزلزال الهائل والصنامي الذي ضرب شمال شرقي البلاد مما أودى بحياتي أكثر من 15 ألف شخص وتسبب في كارثة فوكوشيما النووية التي سيستغرق التخلص من أثارها عقودا من الزمن وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن إحياء الذكرى السنوية للكارثة يأتي فضل تقطة حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لإجراء تغييرات في سياسة الطاقة النووية في البلاد بما في ذلك سماح للمفاعلات بالعمل بعد 60 عاما نفل مركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء تزعم استيراد شحنات الحوم مصاب بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق بدورها شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن اللحوم المستوردة والمتداولة بالأسواق سليم وأمنة وخالية من أي أمراض وبائية وأنها تخضع للفحص والرقابة من قبل الهيئة من خلال سحب عينات وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة تحوي أمراض وبائية أو غير مطابقة للإشتراطات وأكدت الهيئة أن اللحوم والحيوانات الحية المستوردة تخضع أيضا للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر ويتم ذبحها في مجازر معتمدة مشيرة إلى أنه لا يسمح باستيراد لحوم من أي دولة لديها إصابات بمرض جنون الأبقار أو أي أوبيئة أخرى وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع جمعيات قلوب أصحاء بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما وإتي ذلك من أجل تنفيذ مبادرة سالمة ألبك للكشفة المبكر للعيوبة القلقية للقلب للأطفال حديث الولادة وأمراض الزبحة الصدرية وروماتزم القلب وذلك للأسر الأكثر احتياجا في قرى المبادرة الرئاسية وبمجب البروتوكول تستفيد مؤسسة حياة كريمة بكافة خدمات وإمكانيات المستشفى المزمع إنشاؤه من قبل الجمعية فور الانتهاء منه عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل عقد عددا من اللقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مؤسسات الأعمال والمؤسسات البحثية والفكرية والمسؤولين بوزارة الطاقة ونواب الكونغرس الأمريكي خلال اللقاء المائدة المستديرة مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ألقى الملة كلمة سلط فيها الضوء على جهود مصر في تأمين جانب من احتياجات أوروبا من الطاقة أثناء الأزمة العالمية استثمارا لدورها كمركز إقليمي لتجارة وتدول الطاقة وضح أن التحديات الراهنة في أسواق الطاقة العالمية أثبتت أهمية الجهود المصرية الاستباقية منذ عام 2018 لإطلاق منتدى غاز الشرق المتوسط وهو ما نتج عنه تكامل إقليمي فعال وتسريع وطيرة تنمية موارد الغاز واستغلالها بالمنطقة استقبل سفير الفلبين في القهرة سفير عز الدين تاج وفدا من تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين وتم خلال اللقاء تبدل وجهة النظر في عدد من القضايا الهمة والمستجدات التي تدور على السحة الإقليمية والتغيرات المناخية وتحفيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستمارية ومجال السحة والطيران وقدم وفد تنصقية عرضا تعريفيا عن التنصقية ودورها في الحياة السياسية والحراك الشبابية الذي أحدثته بمختلف الاتجاهات والتوجهات والذي أثمر عن تأجاب الموسة على الساحة السياسية كما التقى وفد من تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين بسفير دولة ناميبيا لدى القاهرة فيليو هيفينداكا وعدد من أعضاء السفارة أعرب وفد التنصقية خلال اللقاء عن عمخ العلاقات التاريخية بين مصر وناميبيا وحجم التعاون الكبير بين الدولتين على كافة المستويات وأكد الجانبان أهمية العمل على زيادة فطوطي للتعاون في مجالات الزراعة والتبادل التجاري وطيران والمجال الطبي وصناعة الدواء ونقل الخبرة بين الجانبين والتعاون في المجال الثقافي والتعليمي افتتح معرض أهلا رمضان في مدينة العريش وذلك لتوفير السلع التبونية ومسلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مناسبة يشمل المعرض السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة في شهر رمضان من البقليات ويميش واللحوم وغيرها بأسعار مخفضة تصل إلى 30% افتتحت مدرية التربية والتعليم بالأسكندرية منفذ أهلا رمضان بداخل مدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية للتعليم الفني بحي المنتزة والذي ضم نحو 30 باكية تشمل كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة وبتخفيضات كبيرة للأهالي والمواطنين يهدف المعرض لتخفيف العبء عن كافة المواطنين والأسر في عرض وتقديم السلع الأساسية بأسعار تقل عامة فئلتها في السوق بنسبة تصل إلى 30% كل مستجدات الطلبة الموجودة لفتاستراها ألبان مغوزات العجائب كلها موجودة ونشترك مع كمعات التعليم العامية للتعليمية حطينا نصف من أسعار 22 جنيه سكرت كيلو خائم كيلو صافي 18 جنيه ونصف نوع من قرنات جبنا يميش رمضان فالتلنا فالحمد الله يعني يتطلب ربنا يعني دعم بالتربية والتعليم للأهل الملطقة القرآن تواصل الدولة وجهودها للنهوض بالقطع الطبية في مصر بناء على توجهات الرئيس السيسي ويأتي ذلك على رأسي تلك الجهود إنشاء المستشفيات بالصعيد ومنها مستشفى أبوتيك بأصيبط في إطار التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطبيقها بناء على توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقطع الطبية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تواصل الدولة جهودها خاصة في الصعيدة لرفع مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالقطع الصحي وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية مستشفى أبوتيك تمتلك حالياً سلاسة عنايات مركزة منها عناية أمراض القلب وعناية العناية المركزة العامة وعناية الأمراض النفسية والعصبية وجلطات الدماغية الحمد لله ثلاثة عنايات مجهزة على أعلى مستوى من الأجهزة وعلى أعلى مستوى من الكفاءات الطبية مستشفى أبوتيك النموذجي صرح طبي عملاق على أرض صعيد مصر وهو أول وأكبر مستشفى نموذجي بمحافظة السيوطة وأنشئ على مساحة أربعة آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية تعدت الخمسمائة مليون جنيها وتخدم أهالي مركز أبوتيك أول مراكز المجاورة كما تقدم خدماتها بالمجانة ضمن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة أقسام جديدة بتتفتح عندنا مثلا في الاستقبال والطوارئ حاجات تجهزات الحوادث مثلا بالنافس مع مستشفى الإيمان ومستشفى الجامعة مضع قديم مثلا مع أسزة من العظام والجراحات العامة والجراحات التجميل عندنا طموح كبير نحن نخدم قطاع كبير من المرضى اللي كانوا بيضطروا يسافروا في أماكن بعيدة بنخدم قطاع جنوب أسيود أبوتيك نفسها وصدفة والغنايم البداري ساحل سليم دايما بنحاول نستحدث قطاعات جديدة المستشفى يتكون من 56 غرفة إقامة للمرضى بالإضافة إلى 12 غرفة إقامة للأطباء والتمريض وقسم العيادات الذي يتكون من 17 عيادة خارجية تضم أقساما مختلفة منها الحضانات والأشعة والعلاج الطبيعي والعمليات والمناظير والغسيل الكلوي بالإضافة إلى 9 غرف عزل وعنايات القلب والعناية المركزة والطوارئ وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين عليها نحن عندنا هنا الحضانة عبارة 14 حضان وكابسولة نسبة الإجرال في الغالب تبقى 13 حضان دايما حضان 14 دايما بيبقى طوارئ للقسم يعني الكابسولة كابسولة واحدة نستخدمها في حالة الصفرة عندنا أربعة سباب نستخدمهم في حالات البريترمات الحاجات المولودة قبل معادة أو حديث الولادة القسم عندنا هنا بمستشفى أوتيج بيتقسم لقسم المعامل وبنك الدم قسم المعامل بيشمل أربع معامل أساسية هي معمل أبحاث الدم ومعمل كيمياء الدم ومعمل خاصة بالطفاليات والبكتيريا وعندنا بنك الدم المعمل الهيمتولوجي أو أبحاث الدم ده بيعمل كل التحليل المتخصصة أو المختصة بأمراض الدم المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من خمسة طوابق وثلاثة عشر قسما داخليا تشتمل على كل الأقسام الطبية وتستهدف خدمة ستمائة وخمسين ألف نسمة من أهالي الصعيد ولا تزال الدولة تواصل جهودها بوضع لابينات جديدة لصروح كبيرة في كل أرجاء الجمهورية رغبة في الوصول بخدماتها إلى كل المصريين أكد الرئيس عبدالفتح السيسي حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وخلال استقباله ليوزي جانج رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة والوفد المرافق له من كبار المسؤولين بالمجموعة أشهد رئيس السيسي بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية معاربا عن التهنئة للرئيس شي جينج بينج بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة جديدة وأشهر متحدث الرئاسة إلى أن رئيس السيسي نوها خلال اللقاء إلى ما تكنه مصر قيادة وشعبا من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التي تحقق تقدما تنمويا مطردا ومكانة مهمة على المستوى الدولي من جانبه أكد رئيس الشركة الصينية أن دوافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحلات المقبلة تأتي في إطار علاقات الصدقة العميقة بين البلدين والقيادتين وشعبين وكذلك في ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصنعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية مما أتاح فرصا استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل كما أشار رئيس الشركة الصينية إلى التحسن الملموس الذي ترأى على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات والمدن الجديدة والموانئ البحرية وفي مجالات محطات تحليات ومعالجة المياه والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة موضحا أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهايدروجين الأقدر في مصر باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليارات دولار في ضوء ما تتمتع به مصر من مقاومات كبيرة في هذا الصدد ختم نشرة الثالثة هذه تذكرة بأبرز العنوين مصر تؤكد تقديرها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وتعارب عن تطلعها لمردود إيجابي إذا أسياسات إيران إقليميا ودوليا المبعوث الأممي إلى ليبيا يسني على جهود اعتمد التعديلات الدستورية ويطلب بوضع خارطة طريق واضحة للانتخابات قبل منتصف شهر يونيو المقبل بعد انهيار ثاني أكبر بنك أمريكي مخاوف من تعرض الولايات المتحدة لأكبر إفلاس مصرفي منذ الأزمة المالية عام 2008 مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة